أبدأ نجم منتخب كوريا الجنوبية جونغ وو يونغ تفاؤله بقيادة رفقائه لإطاحة بمنتخب أوروغوي غدا بملعب المدينة التعليمية رغم اعترافه بصعوبة المهمة خاصة وأن الخصم يعد من طينة الكبار انتهينا من تحليل اللاعبين المنتخب الأوروغوي ونعرف أين تكمن مواطن قوتهم ومواطن ضعفهم على المستوى الفردي هم لاعبون جيدون لديهم الكثير من اللاعبين أفضل من اللاعبين الكوريين ولكننا سنحاول أن نواجههم كفريق على قدر ما نعرفه وما بإمكاننا فعله وسنحصل على مساعدة من اللاعبين أو سنساعد اللاعبين الثلاثة المصابين هذا ما سنركز عليه على المستوى الفردي لا نشعر بأي تهديد من جانب اللاعبين الأوروغويين وبناء على تحليل الفريق خضع لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهران لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في مواجهة الأرجنتين وجاء في تغريدة رسمية لمنتخب السعودية عبر تويتر أن الشهراني خذ عالي عملية جراحية في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض وتعرض أشهراني لإصابة قوية بعد استدامه بحال سمرمى منتخب السعودية محمد العويس خلال المواجهة التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام الطانجو شكرا